الطاقة العامة لك برج جوزة أنت تظهر لي هنا في طاقة شابة وأنت الآن في وقت جميل مهتم بعملك أو ربما عندك عمل فني أو أنت تعمل أشياء فنية أو في مجال أي مجال للإبداع أو عمل حر أنت تعمله أو ربما أنت في طاقة تواصل روحي مع الحبيب أنت ترى الحبيب متباعد لا يظهر مشاعره لا يظهر مشاعره نحوك وهو مهتم بعمله ولكن تعلم تماما بأنه يحبك ويراقبك ولكن يظهر بأنه خائف من شيء ما ولا يريد أن يخطئ مرة أخرى هذا هو برج العذراء نعم إنه متباعد ولكن متواصل معك في الروح يظهر بأنه غاضب منك أو قاطع معك الكلام وهو الآن يفكر بما حدث ويحاسب نفسه على كل ما حصله هو في تواصل روحي وحساب مع النفس ربما قد سافر أو غير بيته أو مكان عمله أو أنه قرر الخروج من هذه العلاقة هناك تغييرات كبيرة جذرية حصلت معه واضطر إلى أن يترك هذه العلاقة معك ويرحل بصمت هذا هو الطاقة العامة أما طاقة هذه القراءة أنت في طاقة توازن بين الأخذ والعطاء وأنت في وضع استقرار مادي كبير وعندك مشاريعك الإنسانية فأنت ربما تعمل مع أحد الجمعيات الإنسانية أو أن عملك هو في أحد الأعمال الإنسانية إحدى الأعمال الإنسانية وترى أنك ما زلت مسيطر على نفسك ومشاركتها تجاه هذه العلاقة فكما يظهر لي بأنك مهتم بنفسك وهذا الشخص هو قرر الإتعاد مالك الكؤوس هو يحبك كثيراً وعنده مشاعر قوية تجاهك ويفكر فيك كثيراً ولكنه لا يعبر عن حبه لك ولا يظهر مشاعره ولكنه حزين لغيارك ويفتقطك كثيراً فهو شخص يحبك لذاتك حب غير مشروط ليس من أجل أي شيء آخر أنت تشعر بأنه متبعد ولا يظهر أي مشاعر لك وبأنه يتعامل معك إذا كنتم منقطعين عن الكلام يتعامل معك بشكل رسمي وبارد إذا لم تكن منقطعين عن كلام وهو يتعامل معك بشكل رسمي وبارد واحتمال بأنه متبعد كلياً عنك وتشعر أيضاً بأنه غاضب منك لدرجة كبيرة ولا يريد الكلام معك هو معجب بك كثيراً وهو يحب أن يكون معك وعنده طاقة كبيرة تجاهك ووجودك في حياته يعطيه السعادة وينتظر منك الإشارة لكي يبدأ معك بالكلام أو يعود إليك إذا كنتم في خصام أو منفصل فهو يراقبك ولا يظهر أنه مهتم نوايا هذا الحبيب هو يريد أن يخرجك من جسد القلب ومن الغضب الذي أنت فيه وسيحاول إرضائك وإسعادك وإن كان هو لديه مشاكل نفسية من علاقات سابقة أو حتى من العلاقة معك فهو سيحاول استشفاء منها والخروج من هذه الطاقة السلبية أما الخطوة القادمة له فهو يريد أن يقدم لك شيئا ماديا إما هدية أو نقود فهو شخص يعبر عن حبه بشكل مادي وهو ينوي أن يأخذ معك العلاقة لطريقة أفضل وينوي أن يقوم معك إحتمال في رحلة إلى مكان ما تستعدان فيه الحب الذي كان بينكما أو بأنه سيقدم لك عرض للزواج ربما سيقدم لك عرض للزواج ولكن أنا أرى بأن هذه العلاقة أن مصير هذه العلاقة بأن الحبيب أرى أن الحبيب منهمك في أعمال كثيرة تأخذ الكثير من وقته ربما عمله مع أشخاص كثيرين وعلى الأنترنت وهو كثير السفر والعمل ويمكن أن يكون مختلف عنك بالجنسية بالبلد بالديانة بأي شيء وعنده أعماله الخاص وهو شخص معروف هو ناجح في بلده ولكن أراه بأنه لا يريد أن يرتبط إرتباطا جدي بأحد فهو كما قلت مشغول جدا ولا يريد أن يضمك معه بإرتباط جدي فهو يحبك كثيرا كما قلت وربما تباعد عنك قضر لكن لكي لا تتعلق به كثيرا فهو غير قادر الزام بالوقت الحاضر ولكنه سيبقى متمسك بك فهو يحبك ومعجبك كثيرا فهو سيسافر ويأتي إليك إذا كان بينكما ما سفات وسيقدم لك بالأغلب عروض مدية وستبقى العلاقة بينكما هكذا لفترة ممكن بعدها أن تتغير الظروف ولكن هذا غير معلوم من متى إذا العلاقة لن أرى لن تكون بشكل رسمي وبشكل جدي هو صحيح أنه يحبك ولكنه لا يحب أن يلتسم نصيحتك لهذه القراءة يبدو أن أرى يبدو أنكما تعملان في نفس العمل وأحسنان أنكما تعملان في عمل إنساني أيضا أنت وهو وهذا الشخص يعبر عن حقيقة مشاعره اتجاهك ولا يعرف أيضا حقيقة مشاعرك أنت اتجاهه فأنت تحبه كثيرا المطلوب منك هنا أن تظهر له بعض الاهتمام ولو بهدية بكلمة بأي تصرف يقودك إلى التعبير عن إعجابك به فأخذ فرصتك في هذه العلاقة أنا أرى هذه العلاقة تستحق أن تعطيها فرصة وتستحق أن تعطي هذا الشخص فرصة للتعبير عن حبه لك فأنا أرى هذا الشخص جدا متميز شكرا لكم برج الجوزاء على هذه الانتجاهة شكرا لكم